ننتقل الآن إلى مراسل المملكة من قطاع غزة باسل العطار باسل إذن ساعات كما تحدثت ساخنة وصعبة بانتظار قرارات الكابينيت الإسرائيلي المجلس الوزار الإسرائيلي المصغر الذي يتحدث اليوم عن قطاع غزة بالتحديد أن حماسية المسؤولة بشكل مباشر وبالتالي قطاع غزة سوف يدفع الثمن أبدأ معك من تصريح الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية قبل دقيقا بدء هذه النشرة تهديد بالرد بقوة على العدوان الإسرائيلي المتوقع على القطاع والحديث أيضا عن الابتعاد عن المسجد الأقصى ووقف العدوان على المعتكفين نعم طارق بالفعل بيان مقتضب للغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية وهي التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية البيان ركز على عدة نقاط النقطة الأولى وجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل مستعدة للرد على أي عدوان يشن على قطاع غزة أيضا وجه رسالة أيضا إلى حكومة الاحتلال بوقف الاعتداء بحق المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك وأيضا أكد البيان أن الفصائل ترفض تصدير الاحتلال لأزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني ومقدساته وبالتالي هذا التصريح هو الأوضح وجاء ليؤكد التصريحات التي صبقت هذا البيان والتي صدرت عن مسؤولين في الفصائل الفلسطينية من بينهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والذي قال أو دع الفصائل إلى الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة إلى جانب أيضا تصريحات صادرة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المتواجد الآن في العاصمة اللبنانية بيروت والذي اجتمع مع أمناء العامين للفصائل والذي قال أن الفصائل ستدافع عن المسجد الأقصى مهما كلف الثمن هناك بالفعل الآن حال الترقب طارق هناك طيران مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القطاع الكل هنا ينتظر كيف ستسير الساعات المقبلة على المستوى الشعبي ربما سأجعل قليلا الصورة تتحدث هذا الشارع الذي يظهر الآن في الصورة هو أحد الشوارع الرئيسية في القطاع منذ الإعلان عن اتهام إسرائيل لحماس بالمسؤولية والتهديدات الكبيرة التي أطلقت سواء من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشن ضربة قوية على قطاع غزة بحسب تصريحاتهم أو حتى التصريحات الصادرة عن زعماء في المعارضة الإسرائيلية ومنهم فيكدور ليبرمن زعيم حزب الآن أسمع انفجار طارق الآن أسمع انفجار في مدينة غزة لا أعلم بالضبط المكان الذي تم استهدافه صوت الانفجار كان واضح باسل نعم صوت الانفجار كان واضح جدا نعم نعم طارق كما تحدثنا هناك تحليق لطائرات الاستطلاع هناك توقعات بأن يشن الاحتلال غارات على القطاع لكن طبيعة الرد ما زالت أيضا غير معلومة كيف سيتعامل الجانب الإسرائيلي مع هذا الأمر هل سيكتفي بقصف مواقع إسرائيلي مواقع الآن ربما انفجار آخر الآن أجد هناك انفجار آخر الآن طارق هل سيكتفي باستهداف مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية كما جرت العادة خلال المرات الماضية أم ستوسع العملية ونحن نتحدث عن تهديدات كبيرة أطلقت حتى أن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر الكابينيت ومنهم عفوا إتمار بن كفير وأيضا سموتريتش وهم من زعماء المتطرفين بدأوا يتحدثون أن الرد لا يريدون أن يقتصر على قصف مواقع وهم يريدون خطوات أكبر لا يعلم بعد إذا كان هناك أخذ بتوصياتهم في الاجتماع الوزاري طيب هذا الاجتماع مستمر حتى هذه اللحظة ولكن أعود لموضوع الانفجارين الذين وقعوا قبل قليل استمعنا بشكل واضح لأحد هذه الانفجارات باسل هل يمكن من أصواتها من الجهة التي جاءت من هذه الانفجارات أو لمحت أي وميض أن تعرف أين المنطقة التي وقع فيها هذا الانفجار في أي حي في شمال مدينة غزة في جنوبها وسطها أم ماذا؟ هو في المنطقة الوسطى طارق الآن هذه المنطقة التي تظهر في الصورة هي باتجاه جنوب مدينة غزة إذن هي في المنطقة الوسطى شهدت ومضة للإضاءة في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى لا أعرم بالضبط الهدف الذي تم استهدافه هناك ما زال تحليق طائرات الاحتلال في أجواء القطاع هل هذا مقدم الآن لعمليات قصف أكبر أو أوسع كما هدد الجيش ربما الآن الدقائق المقبلة ستحدد أكثر طبيعة ما يحدث خاصة وأن الفصائل كانت قد أعلنت صراحة بأنها سترد على العدوان الإسرائيلي وبالتالي نتوقع أن يكون هناك رد فعل أيضا من الفصائل في حال كان هناك غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع أو حتى كما حدث الليلة الماضية نتحدث عن حدث كان استثنائيا إطلاق لصواريخ أرجو بشكل مكثف بالأمس سبعة صواريخ تم إطلاقها وكان محل حديث حتى في الإعلام العبري أن الفصائل بدأت تستخدم هذا النوع من السلاح الذي يعد نوعيا مقارنة حتى بجولات التصعيد الماضية هذا يدل أن الفصائل بدأت تمتلك بعض الأسلحة التي يمكن وصفها بالنوعية وهذا ربما سيحدد أيضا طبيعة كيف سترد الفصائل هل سترد باستهداف أو إطلاق هذه الصواريخ فقط على الطائرات أم ستطلق صواريخ على الغلاف أم سيتوسع ذلك للأوسع السيناريو حتى في الإعلام الإسرائيلي هم يتوقعون أن يكون الرد أوسع من ذلك من المعتاد بحسب طبعا التصريحات الإسرائيلية كما تعلم في موضوع ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة أسكريا بحسب الضجة الإعلامية الكبيرة اليوم التي رافقت تصريحات المسؤولين الإسرائيلي وبالتالي هذا متوقع أن يجلب رد فعل يتناسب مع هذه التصريحات من حيث المنطق طيب باسل اليوم هناك تجري العادة بعدما يكونك أي تهديد أي عملية أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة يجري حديث عن إخلاء للمواقع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى للمقتنيات الهامة داخل المؤسسات الحكومية لحكومة قطاع غزة هل كان هناك أي أنباء عن إخلاءات هذه المرة في ظل هذا التوتر الشديد الموجود حاليا ربما على المستوى الفصائل الفلسطينية هناك بالفعل عملية إخلاء لا نتحدث فقط عن هذه الليلة هذه العملية مستمرة منذ أسابيع الفصائل الفلسطينية تعيد الانتشار في المواقع التي يتم استهدافها خشية من استهداف مفاجئ لها وبالتالي هناك بالفعل إخلاء أما على المستوى المدني لا يوجد أي تعليمات خاصة بتعليق الدوام مثلا أو تعليق الدراسة ربما غدا يوم الجمعة هو يوم إجازة وهذا ما جعل السلطات المحلية هنا لا تصدر أي تعليمات جديدة بخصوص هذا الأمر الكل ينتظر كيف ستسير هذه الليلة وبالغد بالتأكيد ستتحدد الأمور بشكل أوضح إذا ما كان هناك إجراءات استثنائية كتعليق الدوام في المؤسسات أو في المدارس لكن حتى الآن لا يوجد أي تعليمات صدرت من السلطات المحلية نتحدث فقط بالفعل هناك إعادة انتشار هناك استعداد من الفصائل للتصدي للعدوان الآن بشكل رسمي يتم الإعلان من الجانب الإسرائيلي لأن الجيش قد بدأ في تنفيذ غارات على قطاع غزة الآن يتم تداول هذا الخبر وبالتالي الآن يمكن القول أن الدقائق المقبلة ستحدد كيفية سير الأمور في غزة هناك بالفعل حالة ترقب كبيرة على المستوى حتى الشعبي بعض المحال التجارية قررت إغلاق أبوابها مبكرا خشية من الرد الإسرائيلي هناك أيضا متابعة كبيرة للأخبار على المستوى الشعبي خشية من أو كيف ستسير الأمور هذه الليلة هناك خشية ما زالت لدى الفلسطينيين ما زالت الذاكرة عالقة فيما حدث عام 2021 عندما تم استهداف القطاع بشكل عنيف خلال العدوان الإسرائيلي في ظل استعداد لهذه الهجمات الإسرائيلية وكما تقول الآن المتحدث العسكر الإسرائيلي يقول للمراسلين العسكريين يبلغهم ببدء الهجمات على قطاع غزة بشكل رسمي كما قلت والحديث الآن عن قصف لا أعلم أتابع بعض سائل الإعلام فتحدث عن قصف موقع صلاح الدين التابع لكتائب القسام في قطاع غزة ولكن طبعا بكل تأكيد المعلومات سوف تأتي إليك بعد قليل لتطلعنا عليها بشكل مفصل باسل سؤال أيضا يتعلق بمدى استعداد وزارة الصحة ومستشفيات قطاع غزة للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي بسبب همجية الاحتلال الإسرائيلي متوقع مع أي عدوان قطاع غزة من أكثر البقاء في العالم كثافة سكانية من حيث المساحة نسبة إلى السكان أيضا هل هناك أي استعدادات لمست من قبل المستشفيات للتعامل مع أي تصعيد عسكري إسرائيلي متوقع هذه الليلة أو بدأ فعليا نعم ربما الأوضاع في غزة دائما ما تفرض نفسه على القطاع الصحي طارق دائما ما يكون هناك حالة استعداد لكن وفق الإمكانيات المتاحة نحن نتحدث عن أزمات متلاحقة تعصف بالقطاع الطبي في قطاع غزة هناك أجهزة طبية تمنع إسرائيل دخولها منذ أشهر إلى القطاع هناك الآن انفجار آخر أسمعه طارق نتحدث عن محاولة للتعامل لكن حتى الآن لا يوجد أيضا كما أسلفت إجراءات استثنائية الكل ينتظر كيف ستسير الليلة هل ستقتصر على قصف مواقع تتبع للفصائل أم سيتم توسيع هذه العملية في حال توسيعها بالتأكيد سيكون هناك ضغط على القطاع الطبي في قطاع غزة الآن دخول للطيران الحربي في أجواء القطاع سأجعل الصورة قليلا أنقل الصورة لكم الآن دخول أسمع صوت للطيران الحربي في أجواء القطاع لا يوجد حتى الآن أي استهداف جديد تحدثنا عنه حتى صوت الطيران الحربي مسموع بشكل جيد باسل سمعنا الآن قبل ثواني انفجار جديد لا أدري ان كانت صواريخ نعم تحليق على مستويات هو تحليق على مستويات منخفضة طارق الآن أجد أو أشاهد كما تشاهد الآن في الصورة أعمدة الدخان تتصاعد من أحدى المناطق بالتحديد شرق مدينة غزة تلك المنطقة لا أعرف إذا كان هناك استهداف أو طبيعة الهدف الآن ربما تشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من إحدى المواقع بعدما دخل الطيران الحربي بشكل مفاجئ هو يحلق على ارتفاعات منخفضة هناك الآن حديث حول استهداف موقع يتبع للفصائل الفلسطينية بالفعل طارق الآن هذا الموقع يقع بالقرب من شارع صلاح الدين هذا الشارع الرئيسي الذي يربط محافظات القطاع الآن تم استهداف أحد المواقع بصاروخ F-16 أو صاروخ حربي بعدما تم استهدافه بطائرات استطلاع الصوت الذي استمعنا له في بداية هذه التغطية كان لطائرة استطلاع الآن تم استهدافه بالطيران الحربي الذي ما زال يحلق في سماء القطاع لتوضيح أن عمليات القصف ما زالت مستمرة حيث الكاميرا الآن ترين هذا المشاهد في مدينة غزة الموقع الذي رأينا حتى وميض لهذا الانفجار وأنا أتحدث معك وكنت تسرد لنا ما يحدث حاليا الآن في قطاع غزة قرب شارع صلاح الدين هذا في وسط قطاع غزة أم في وسط مدينة غزة للتوضيح أكثر للمشاهدين هو أقرب إلى وسط القطاع المنطقة الوسطى هو بالتحديد جنوب شرق مدينة غزة هذا الموقع يعد من المواقع التي تم استهدافها كثيرا ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها هذا الموقع الذي يتبع للفصائل الفلسطينية يتم استهدافه بشكل حتى أثناء جولات التصعيد القصيرا صح التعبير هو موقع يتم استهدافه دائما الآن إسرائيل تعيد استهدافه بثلاثة صواريخ صاروخي استطلاع وصاروخ حربي كما استمعت واستمع السادة المشاهدين لكن حتى الآن الطيران الحربي في أجواء القطاع ما يعني أن الغارات ما زالت مستمرة إذا ما كان هناك استهداف لنفس الموقع من جديد أم سيتم استهداف موقع آخر الكل الآن ينتظر كيف ستسير الدقائق المقبلة إسرائيل تتحدث عن بدء عمليات أو غارات الجيش وبالتالي لا نتحدث فقط ربما عن استهداف لموقع واحد فقط هناك تجييش كبير في الإعلام الإسرائيلي منذ صباح اليوم اتجاه القطاع هناك حديث حوله ضرورة أن يكون هناك رد من إسرائيل أن يكون رد عنيف أن لا يقتصر على استهداف المواقع كل ذلك كان حاضرا حتى ما قبل اجتماع الكابينيت التسريبات التي تم تداولها في وسائل الإعلام العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار شن ضربة قاسية على القطاع قد اتخذ بالفعل لكن كان الحديث أن الغارات ربما تكون متزامنة مع استهداف أهداف في لبنان لكن هذا الموضوع كان محل نقاش حتى لا يوجد معلمات إذا ما كان هناك استهداف متزامن الثمن كما قال أو قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن حماس تتحمل مسؤولية وبالتالي حماس تتمركز ومع قالها قطاع غزة وهي من سوف تشهد الضربات وفعلا قبل دقائق بدأت الضربات العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر في قطاع غزة باسل العطار ونحن بكل تأكيد سوف نكون معك لتطلعنا أكثر حول طبيعة هذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة